اهلا بكم من جديدة تعتزم السعودية انشاء أطول شبكة مياه عذبة في العالم تحت الأرض وبهدف نقلها إلى جميع مدن المملكة وسيجري حفر نهر بعمق يصل إلى أربعة أمتار وعرض يصل إلى أحد عشر مترا وبطول يصل إلى اثني عشر ألف كيلو متر لهذه الغاية ويؤسس هذا المشروع لشبكة مياه عذبة هي الأكبر عالميا وللمزيد عن هذا المشروع ينضم إلينا من القاهرة سيد عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أهلا بك سيد أستاذ شراقي معنا بداية ما أهمية هذا المشروع وكم من الوقت سيستغرق لإنجازه وفق ما لديك من معلومات أولا تحيات لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير الحقيقة السعودية كدولة بتقع في أشد مناطق العالم جفافا السعودية ترتبها رقم ثلاثة على مستوى العالم في الجفاف بعد مصر وليبيا وبالتالي الموقع الجغرافي وندرة الأمطار جعلت السعودية تفكر في طرق للحصول على المياه كان في البداية الحصول على المياه الجوفية غير متجددة وبالتالي بيحدث الآن انخفاض في منسوب المياه الجوفية ولكن بدأ التوسع في تحليط المياه السعودية هي الدولة الأولى في العالم في تحليط المياه تقريبا 25% من المياه المحلّة على مستوى العالم في السعودية الوحدها تنتج حاليا حوالي 3 مليار متر مكعب مياه محلّة وبالتالي نقل هذه المياه إلى سكان السعودية اللي هم في مساحة ضخمة جدا أكتر من 2.4 مليون كيلو متر مربع لأن السعوديين موزعين في مساحات كبيرة للغاية وفيه في الداخل بعيد في هناك مناطق كثيرة بعيدة على الشواطئ لأن الشواطئ يتم تحليط المياه ونقلها لكن الأماكن اللي في الداخل اللي تبعد عن الشواطئ مئات الكيلو مترات من أين تأتي بالمياه إذا كانت الأمطار قليلة للغاية ومن هنا واجب إنشاء شبكة لنقل المياه المحلّة من المناطق الشاطئية إلى الداخل وإلى معظم أنحاء المملكة فبالتالي هذه الشبكة تعتبر فعلا من أكبر الشبكات على مستوى العالم لتوصيل مياه الشرب هي بالدرجة الأولى هذه المياه مياه شرب وليست لاستخدامات أخرى ربما ممكن تستخدم للصناعة لكن ليست للزراعة الزراعة في السعودية 80% من الزراعة في السعودية مبنية على المياه الجوفية الغير متجددة ومن هنا واجب الترشيد لأن حصل في التمانينات والتسعينات استنزاف لجزء من المياه الجوفية في زراعة الأمح والآن السعودية تخلت عن هذه الزراعات وركز للحفاظ على المياه الجوفية لنبقى في المشروع سيد شراقي ما الكمية المتوقعة من المياه التي سيتم إنتاجها حاليا بينتاج حوالي 9 مليون متر مكعب يوميا بمقدار 3 مليار متر مكعب سنويا والسعودية تخطط أنها تضاعف هذا الرقم في 2030 وده مع التوسع العمراني وزيادة عدد السكان وزيادة احتياجات الإنسان للمياه في الأنشطة المختلفة هذا يجعل السعودية في أنشطة لتحليط مياه البحر وتوصلها هنا ما يحدث الآن هو كيفية توصيل هذه المياه إلى جميع المناطق في المملكة طيب ماذا عن البناء التحتية والاستعدادات والتي من المفترض أن تسبق مثل هكذا مشروع الحقيقة يوجد في المملكة حوالي 20 محطة عملاقة لتحليط المياه وهذه من أكبر المحطات لتحليط المياه على مستوى العالم والإنشاء حاليا لتوصيل هذه المياه لتوزيعها طريقة التوزيع فالحقيقة تحتاج إلى سنوات لأن هذا النهر الصناعي وهو عبارة عن أنابيب طلها كما ذكر التقرير أو حضرتك 12 ألف كيلو متر من القنوات وعبارة عن ثلاث أنابيب معا فالتوصيل هذه الكمية ده ممكن يحتاج سنوات لأن الحفر وتصنيع المواسير نفسها والتركيب لكن المحطات موجودة وما زالت المملكة في طريقها للتوسع لمزيد من المحطات بالمشمل كيف تقيم الوضع المائي في السعودية قبل هذا المشروع وبعده؟ السعودية جغرافيا عندها فقر مائي شديد نصيب الفرد أقل من 100 متر مكعب لأن نحن نقيس نصيب الفرد بالمياه الطبيعية المتجددة سنويا وبالتالي السعودية ستأتي من دول الفقيرة جدا في المياه ولكن المعدل الفقر المائي عالميا هذا الرقم خادع لأنه لا يخص في الاعتبار المياه الجوفية لا يخص في الاعتبار إعادة معالجة المياه وإعادة استخدامها مرتين وثلاثة لا يخص ذلك في الاعتبار وأعتقد أن لا يوجد أي مشكلة في السعودية في الحصول على المياه لأن هناك طرق أخرى للتغلب على هذا الفقر المائي ومن هذه الطرق هي تحليط المياه أيضا كمية المياه المحلّة لا تدخل في الحساب يعني لما نقول نصيب الفرد 100 متر مكعب في السنة ليس فيهم تحليط المياه لكن لما نضيف أن السعودية تنتج حوالي 3 مليار متر مكعب هذا يغير الرقم لما نقول أن السعودية بتعالج 80% من المياه الصرف الصحي أو الصرف الزراعي أو غيره وبالتالي يزيد من نصيب الفرد نفس الشيء في كثير من الدول والباقي يظل هناك فجوة هذه الفجوة يتم استيرادها من الخارج عن طريق زراعات سواء للسعودية في مراطق إفريقية والحصول على المنتجات الزراعية من الخارج لتعويض هذه الفجوة لأنه مستحيل للسعودية أو لمصر أو للدول العربية في المناطق الجافة أن يكون عندها اكتفاء ذاتي من الغذاء مع هذه النضرة من الأمطار طيب تحليط المياه هو بهذه الكمية التي تقوم بها السعودية هل لها أضرار على البيئة؟ طبعا هناك من عيوب تحليط المياه أن هناك بعض الأضرار أولا هي مستهلكة للطاقة بتستهلك مياه كبيرة جدا من الطاقة ولولا أن السعودية عندها البترول والغاز الطبيعي كان هيبقى فيه تكلفة عالية جدا ومشكلة أيضا من عيوب تحليط المياه أن يتم تحليط المياه وهناك جزء من المياه المتبقية بيكون شديد الملوحة وهذه المياه الشديدة الملوحة يتم إلقاها في البحر مرة تانية وبالتالي هذه المياه بتزيد الملوحة أكثر وبتؤثر على الكائنات الحية أو الكائنات البحرية في هذه البيئة بالإضافة إلى أن بعض الطرق القديمة لتحليط المياه عن طريق الغالي المياه المياه المتبقية تكون حرارتها مرتفعة فترفع أيضا درجة حرارة المياه فهناك تأثيرات بيئية وفي طرق للتغلب عليها ولكن دائما نقول أن هناك صراع ما بين البيئة والتنمية وفي النهاية لازم ينتصر أن الإنسان هو الذي يحتاج البيئة لخدمة الإنسان وليس العكس هل هذا المشروع بعد إنجازه طبعا قادر على حل أزمة شح المياه في السعودية على الأقل؟ لا لما نقول الشح المياه في السعودية أو في مصر أو في أي دولة أخرى الشح المياه هنا معناه نقص المياه للزراعة وليس لمياه الشرب لأنه لا يوجد مشكلة في السعودية الفقر المائي هنا نقصده للزراعة لأن الفقر المائي نقصده للزراعة لأن الزراعة تستهلك في الدول العربية 80% من الموارد المائية أما استخدامات الشرب أو في الاستخدامات المنزلية تستخدم من 5 إلى 10% فقط وبالتالي تحليط المياه مع التكلفة العالية واستخدامها في المنازل يبقى اقتصادي لكن استخدامها في الزراعة ده مكلف للغاية لأن المتر المكعب يتكلف تقريبا دولار لكن الإنتاج الزراعي المتر المكعب بيعطي منتجات زراعية بحوالي نص دولار طيب إزاي إحنا نكلف المتر بدولار ونزرع به يجب نص دولار فقط وبالتالي ما زالت هذه هي المشكلة الحالية وإحنا في طريقنا في تطوير الأبحاث للوصول إلى تقنية جديدة تحلي المياه بتكلفة أقل وتستهلك طاقة أقل لو قدرنا نصل إلى هذه النقطة يبقى إحنا حلينا جزء كبير من مشاكل العالم نعم شكرا لك أستاذ عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة اشتركوا في القناة